اشتركوا في القناة في ساعات المساء المتأخرة لبرج القوس طبعا لأنه موجود في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وتسعة دقائق من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وبما أنه القمر موجود في برج العقرب معناته التأثيرات رح تكون هي صفات برج العقرب أو تأثيرات يعني من صفات برج العقرب بتأثر على جميع الأبراج فعشان هيك بتعتبر هاي فترة أنه منكون فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدة الطباع بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين أو حق التأمين أو أي شيء له علاقة بالتأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم وشراء بيت مثلا بالنسبة للزوايا طبعا اليوم لدينا مجموعة كبيرة من الزوايا يعني تعتبر نهاية سنة ومش لأنه نهاية سنة في زوايا كثيرة ولكن توديع العام بكم كبير من الزوايا فهذا إلو معاني فعشان هيك بتكتركزوا اليوم في كمية الزوايا هاي لأنها هاي زوايا بتأثر علينا على جوة كل الأبراج يعني اللي بذكره من الزاويا هو بأثر بنفس معناها على جميع الأبراج فعشان هيك بتكتركزوا في الزوايا أكثر من توقعات اليومية بالنسبة لزوايا البطيئة طبعا اللي تأثيراتها مستمرة وهي موجودة إلها كم يوم مثلا أو إلها فترة الزاوية الأولى زاوية اقتران بين عطارد وبين الزهرة إنه اتنين مقترنين مع بعض طبعا هاي مستمرة لغاية يوم الثلاثين اتناش نهاية الثلاثين اتناش بتنتهي وهاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية يعني زاوية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية الاقتران الممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا راح تظل مستمرة برضو لمساء اليوم ثلاثين اتناش وبتنتهي تأثيراتها يعني هي في آخر لحظات زي ما نحكيه هذا اليوم فهاي عادة زي ما حكينا لأنها هاي ممتزجة بين النحوس والسعادة مع بعض العلاقات الإيجابية أو الناجحة بتتعزز وبتدعم أكثر فأكثر أما بالنسبة للعلاقات الفاشلة أو اللي في بدايتها أو الضعيفة فهاي بتخلي المزاج عدواني وتخلينا عصابيين المزاج وبتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهي رم مستمرة لغاية يوم أربعة واحد هاي زاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وتضفي علينا جاذبية أو على شخصيتنا طاقة كبيرة وبتعزز قوة الحدث عنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة واللي هي هاي مستمرة أكثر واللي تأثيراتها إلها فترة طويلة لكل شعر فيها اللي هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات حتى الأبناء بتمردوا على أبائهم بحاولوا الأشخاص إنه يجدوا شخصية خاصة مستقلة لإلهم بالفترة هاي حتى لو كسروا العادات بالنسبة لتأثيراتها الدولية طبعا شعرتوا بالفترة الفاضية اللي هو الاضطراب المناخي اللي صار طبعا هاي الزاوية إلها علاقة بوقوع حوادث طبيعية مدمرة مثل العواصف والزلازل أمور إلها علاقة بالطائرات وحوادث السك الحديد أو الأمور اللي إلها علاقة بالسك الحديد برضو إلها علاقة بإضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكله برضو هاي كميتها كبيرة أول زاوية هي زاوية يعني تسديس بين المريخ وبين زحل هاي إلها مستمرة تقريبا يومين أو ثلاث أيام أثر علينا طبعا هي مستمرة لغاية يوم ثلاثة واحد اليوم دروتها بعد منتصف الليل الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش من موعد بث الحلقة اللي هي ليلة الخميس هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية السريعة لتأثيرها من ساعات الصباح لساعات المساء هي زاوية بتيجي ما بين القمر وما بين نبتون هي زاوية تتليث إيجابية ساعة 7 و 51 دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقه الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بطيئة هاي تأثيراتها لغاية يوم 31-12 بين عطارد وبين بلوتو هاي ذروتها راح تكون الساعة 9 و 53 دقيقة صباحا طبعا هاي بتزيد من حد الذهن عنا والتركيز والحس النقدي الحب الحدالي الاهتمام بالأمور الغامضة والروحانيات تنظيم أعمالنا برضو بتعطينا قدرة على تنظيمها إنجاح مشاريعنا اتخاذ القرارات اللازمة أما بالنسبة للزاوية البطيئة وبرضو تأثيراتها طول اليوم هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون الساعة 11 و 18 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي ساعة 4 و 27 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 5 و 9 دقائق مساء لتوقيت جرينيتش تأثيراتها تقريبا من ساعات الضحى يعني منقدر نقول ساعة 9 ساعة 10 صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار بيبدأ الساعة 5 و 9 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة ما بين الساعة 5 والساعة 11 بتوقيت جرينيتش لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيتش مساء من مساء يوم 30 القمر بنتقل وبصير في القوس فعشان هيك بصير صفات برج القوس اللي بتأثر علينا فمنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد الانتقال المباشرة في عنا زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي تأثيراتها تقريبا من ساعات المغرب أو غروب الشمس هي زاوية تربيع بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام ساعة 11.41 دقيقة مساء بدوننا أنه يجب أن تتوخل حذر من من يحاولوا استغلال طيبتكم وكرمكم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها عناية إضافية طبعا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانى والجينات بمسموح لك تروح تعمل فحوصات لهاي الأمور أو مراجعة الطبيب إذا دع الأمر لهاي الأمور ولكن بالنسبة للعمليات الجراحية خلال هذا اليوم نقول يعني إذا بتقدر تأجلها بيكون أفضل ولكن إذا مجبر على الفعل العملية ما في أي مشكلة لأنه اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعاً كمان اليوم مناسب بما أنه القمر سعيد موجود فبس مع أخذ حبتين بندول كل ست ساعات لمدة ثلاثة أيام بيكون أفضل عساس الحرارة وعساس الآلام مكان اللقاع لما تشعروا فيها بما أنه القمر رح يكون موجود في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت واحد واحد بيبدأ في تمام الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة داعش ودقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجديد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال خمسة عشرين يوم في تمام الساعة اثناش وتسعة وثلاثين دقيقة منتصف الليل بيصبح ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة عشرين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العقرب بدي ينتقل للقوس ورح يمكث في القوس لغاية يوم واحد واحد سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الجديد حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في الجديد بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم أربع وعشرين واحد سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة 15% سحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم في فرص لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو ميراث أو أمور ديون لإلك بتحصلها ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم إشي أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل اليوم بمعاملة أو بملف برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أهم شيء أنك تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم حاول أنك ما تعرض لقاءك للفشل بتحمل هذه الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطا لأنه القمر مقابلك تماما عشان هيك بدك تحاذر من القصام حاول أنك ما تعاند أحد اتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك في هذه الفترة قوي وطباعك مش هادية برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدول غذاكم أخذوا قصد كافي من الراحة اليوم بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال والواجبات المطلوبة منك بدك تراعي ظروفك الصحية وتعيد ترتيب الأوضاع عشان يعني شوي تتحسن أحوالك ممكن اليوم يبادر أحد الزملاء أو الأصدقاء بمساعدتك في أمر ما برج السرطان ابتجتازوا يوم إيجابي جدا وبيبعث على البهج والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا هاي فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم إشي إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا برج الأسد ابتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميل أفراد العائلة لمد يد العون لإلهم أهم إشي إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية إنها تأثر عليك وعلى استقرارك ابتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو قلق وبتتدمر لأقل الإشارات برج العذراء ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبتقدروا اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار ممكن اليوم تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة حاول إنك تحبر عن رأيك وفاوض بجراءة اليوم أنت بتتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن عندكم المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسة حاول إنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن اليوم تحصل على ربح بيجي من جهة أجنبية أو غريبة برج العقرب اليوم أنتو نشيطون وحيويون وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتعيد اليوم وبتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر عندك اللقاءات اليوم ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير يعني تعتبر هاي الفترة بالفعل من أفضل أيام الشهر برج القوس بما أن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فهذا يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم موجود أي مخاطر فقط انجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تتعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم إشي إنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظود برج الجديد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية اقتناس الوقت لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين أهم إشي إنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة وخصوصا المسؤولين عنك بالعمل وحاول إنك ما تخالف القوانين برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته ونيل رضى المسؤولين أهم إشي إنكم تحافظوا على هدوءكم حاولوا إنكم ما يعني تبعدوا عن إثارة الفتن في هاي الفترة أو المشاكل هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهم إشي ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد أو من شخص خارج البلاد أو بعيد عنكم وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباءكم هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما إنه هاي الفترة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر بتكون الفترة هاي دينماكية أكثر أو بتشكل محطة للإنطلاق بورش جديدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة